تلوقتي خلينا ناخد حضراتكم ونروح نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من شوارع مصر نبدأ جولتنا من قاهرة وكبري أكتوبر اللي بيشهد كثفات مرورية بسيطة للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد كمان كثفات أخرى في الاتجاه العكسي ونفس الأمر المتجه من مدينة تحرير لمدينة نصر ومحور النصر كمان بتظهر كثفات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري أما نفع الأزر فبيشهد ظهور تباطئ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأفرة والعكس كمان بتظهر بعض الكثفات المرورية والكثفات كمان المسطحة وبشارع رمسيت وصولا لغمرة والعباسية كمان بمطالع ومنازل كبري أكتوبر وصولا لحد شارع أحمد سعيد كمان ظهرت كثفات أعلى دائري المرج للمتجه من نفع السلام باتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم تظهر كمان بعض الكثفات المرورية أعلى الدائري من منطقة السلام وداخل النفع للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي كمان نفس الأمر المتجه من المنيب وفيه طريقه للأوتستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة كذلك الأمر فيه المناطق مناطق التجمع الخامس وفيه طريقه للبستين كمان زهراء المعادي طيب نروح نستكمل جولتنا فيه شوارع الجيزة فيه كثفات على طريق المحور للقادم من ميدان لبنان بسبب أعمال توسعة الطريق وغلقه فيه بعض المناطق الكثفات دي هتستمر لغاية ميدان لبنان أما المتجه فيه أكتوبر أو إلى أكتوبر ففيه سيولة مرورية لو رحنا لمحور صفت اللبن فبيشهد كثفات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة لو رحنا شارع الهرم اللي بدأت بالفعل تظهر فيه الكثفات المرورية نتيجة التحولات لغلق الشارع لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء المترو كمان هناخد بالنا من غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر ولازم لاتجاه من نفق حزم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرق كبديل للطريق أما القادم من طريق الوحات فيفضل الطريق السياحي الجديد بدان سفنكس كمان لسه فيه كثفات مرورية بسبب أعمال إنشاء محور 26 يوليو الموازي وغلق بعض المنازل ومطالع كبري 15 مايو هنروح دلوقتي مع حضراتكم كمان لشوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي إنه فيه سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية وطريق أثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجمعة والاستاذ ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية مع بعض الكثفات المتحركة واللي مش بتأثر على حركة الطريق أما المتجه إلى كورسعيد فيه سيولة مرورية فيه طريق الإسماعيلية كورسعيد من منطقة القناة إلى جنوب السعيد هنكمل كمان مع محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثفات نسبية نمشي كمان نشوف الطريق طريق عبد المنع مرياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية ففيه سيولة كمان مرورية وفيه بعض الكثفات المرورية على نهر النيل كمان الطريق المؤدي للجمعة فيه كمان كثافة نسبية وفيه كثفات نسبية عن طريق مستشفى جمعة سوهاج كمان فيه كثفات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الدروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير طيب ده بالنسبة للجولة كده جولة سريعة عن أحوال المرور